السلام عليكم ورحمة الله سهل وبركاته حلقة اليوم من ما بعد نعاية ستكون حول مباراة المنتخب المغربي الودية والمنتخب الامريكي والتي خسرها الأسود بثلاثها دون رات في مباراة أعطتنا صورة واضحة وحقيقية حول ضعف تاكتيك المدرب وفشل اختيارتي وقد آن الأوان لاختيار مدرب أخر قادر على بناء منتخب قوي يرقى إلى تطلعات الجماهير المغربية الامكانيات التي يتوفر عليها المنتخب سواء من حيث جودة اللاعبين أو توفر ملاعب ومراكز التدريب بأغلى وأحدث التخنيات كلها عوامل محافظة ومساعدة للنجاح ويتمنها أي مدرب ولا أعضار في ذلك إذن عاد المنتخب الوطني المغربي بهزيم قاسية من أمريكا أداءا ونتجة عقب خسارته أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثها نظيفة في المباراة التي زرت أطوارها اليوم الخميس بولايات أوهايو الأمريكية ويدخل اللقاء الذي عرف حضورا جماهيريا كبيرا من الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية يدخل في إطار تحضيرات المنتخبين لنهايات كاس العالم قطر 2022 علما أن أمريكا موجودة في المجموعة الثانية رفقت كل من إنجلطيرا وإيران والمتآهل من المنتخبين ويلز وأوكرانيا فيما يتواجد المنتخب المغربي في المجموعة السادسة مع بلجيكا وكرواتيا وكذلك منتخب كندا وعرفت التشكيل الرسمية للمنتخب المغربي حضورا رسميا لعادي تعرفت وسامي مايي في حين قد طريقت سودالي خط الهجوم إلى جانب أيوب الكابي وفيما يلي تشكيلت المنتخب الوطني المغربي الرسمية التي داخل بها الناخب الوطني المبارس في حرصة المرمى ياسين بنو حاكمي مصينة أكراد سيس سامي مايي أمر رابط عزدين أونحي طارفت تسودالي وأيوب الكابي المنتخب المغربي لم يقدم المنتظر منه في هذه المبارس وظهرت عيوب كثيرة في جميع الخطوط خصوصا خطوط الدفاع الذي كان تقيلا وغير مستجيم فالمنتخب الأمريكي اعتمد في بداية اللقاء على حملات مرتدة مستغلا سرعة لعبه وبط الدفاع المغربي كما قلت وسجل هدفين في الشوت الأول مع بداية الشوت الثاني كنا ننتظر ردة فعل المنتخب المغربي من خلال تغييرات المدرب لكن لمسة المدرب غائبة تماما واستقبلت شيباك ياسين بونو هدفا تلسا نقطة الضوء ربما في التغييرات ستمثل في دخول سفيان رحمي الذي كان نشيطا في خط الهجوم واصطاد ضربة جزاء والتي أضاع أملاح بصورة تترجم الأداء الباهي للعناصر المغربية في هذه المباراة على كل حال هذا درس آخر من دروس يجب استخلاص منه العبر قبل الاستحقاقات القديمة والتي لن تكون سهلة ولا مجال فيها للأخطاء نلتقي في مواعيد الرياضية قادمة بحول الله متابعين الكرام دمتم في رعاة الله لا تنسى الاشتراك في قناة الرياضة 86 وتفعيل الزرس ليصلك كل جديد